ماذا لدي الإنسان في الحدود أن يركب في طيارة وضطيح بها؟ واحد على 3.7 مليون ماذا لدينا الحدود لتضرب نصائقة؟ واحد من نصف مليون ماذا لدينا الحدود لتلفو في غابة الأمازون اللي هي نجوج مرات المساحة في الفرنسا ونخرج من الناحيين؟ هذه والله ما عندي ولكن إذا تجمعت شي كامل على إنسان واحد واذا هذا الإنسان ممكن يعيش؟ هذه هي القيصة اليوم قبل ما أبدأ ومرة أخرى نهدر على بينومو واحد من الأفضل المنصات التداول على الإنترنت والذي يمكن أن أربح فيها يوصلوا إلى 90% من رأس المال اللي يضعون في النهار الأول طبيعاً إذا كانوا الصفقة لكم ناجحين هذه المنصة كانت في الأندرويد وفي الأي او اس يعني ممكن تخدموا من البرتابل لكم وقبل ما تبدأ وتعطيكم ألف دولار للحساب الجريبي اللي ممكن تداولوا فيه لتعلموا بلما تأخذوا التشي ريزق لتدفوزي وهذا مالبونوك اللي كانين وممكن تدفوزيوا بهذه الطريقة وإذا عملتوا الكود برموليها تلقاوه في الدسكريبسيون ممكن أي حاجة حطيتوها تتضرفجوه يعني مثلا إذا حطيتو 100 دولار تتولي 400 دولار طريقة لتدفوزي وتربحوه السهلة أول حاجة تدفوزي مثلا هنا تدفوزينا 50 دولار ونختاروا شهادية الوقت سيبقى التدفوزي وماذا ساهم ها يطلع ولا يهبط هنا عندي يروه هابط وكما تتشوفو تربح التدفوزي عندما تدخلوا هذا المينساكس كنت تعرفوا بأنها متوجه الناس كثير من 18 عام والناس الذين تعرفوا ما تدروا وعارفون هذا الشيء بزيان هذا ما كان نبدأ الفيديو تولدها جوليان في ألمانيا في 1954 من ماريا و هانس الذين كانوا جوج علماء وباحثين في البيولوجيا في ذلك الوقت مباشرة من بعد الحرب العالمية الثانية هانس و ماريا ومشوا مع جوليان الذين كانت صغيرة بثاف وتنستلوه في البيرو ومشوا في البيرو و تكلفوا في صندوق الريشيرج كي انوا في وسط الغابة في الامازون و هم بجوجهم اللي كانوا مترأسينه و في نفس الوقت كانت جوليان مازال صغيرة و كانت تقرأ في ليما في العاصمة في البيرو تم جوليان تعلمات سبليونية و مع وليديها كي تتمشي عندهم لذلك الصندوق البحث كانت تتعلم شيء على الغابة تتعلم تعرف الحيوانات كيف ممكن تعيش تم و لنفات بزافة ذلك الجو تم في الامازون و في نفس الوقت و لنفات على ليما العاصمة اللي كانت عاش بها بزاف و كانت عيشها حياة عادية جدا من غير ذلك اللي كانت تدوزوا في الغابة عاشوا واحد الموضة طويلة تم و جوليان دا بعدها 17 عام و يالله دوزت الباك و بعدما دوزت الباك قررت ترجع ذلك الصندوق اللي يمكن لفين به و والديها بشغلس معهم و دوز معهم نويل اللي كان مبقى ليه بزاف أمها في هذه اللحظة معها في ليما بشي يوصلوا و كانوا يجدوا طيارة ساعة يعني رحلة عادية و قصيرة و من بعد يكملوا الطريق ديالهم و أخرى في العام قربوا ليبيا لم يتوقعوا قدروا يدبروا في ديبيا لذلك الفول لنهار قبل نويل و تقدروا كدوات و وجدوا مزيد للرحلة و الغضلة الصباح كانوا في المطار بشي يشدوا الفول ديالهم عادي و في 23 ديسمبر 1971 جوليان همها كانوا قدام المطار كل شي كان عادي و تدخلوا المطار و دفعوا الباكاج ديالهم و لكن حدا القيشة اللي كان جوليان تدفعوا فيه الباكاج هي أمها كان واحد سيد اللي كانت طال عليه الدم من بعد ما وصلوا للمطار قالوا لي هرالبية ديالك تأنويلة ما تقدش تدهبات مشي في هذا الفول و ما يمكنش لك حتى تعاود تخلص بش تركب فيه لأنه رأى عامرة طيارة كاملة ما قدوا نديروا الكوالو بغيتي اردو لك فلوس ردهم لك بغيتي تأجل نهار اخر ممكن تأجل ناضي صداعه ذلك شي طلع عليه الدم ذاك الراجل و ارجع في حالاته ما بقاش هيركب معهم في هذا الطيارة عقلوا على هذا الراجل مزيان هتكون عنده واحد اهمية كبيرة من بعد و هتكون عنده علاقة بالنهاية ديال هذا القيصة مهم ركبات جوليان و ماريا امها في الطيارة من بعد ما ركبوا البلاسة اللي اعاطينهم في البلاسة القبل الأخرى ديال الطيارة ماشي مشكيل ركبوا جوليان دي ما تبغي تكون حدا الشرجم باش تشوف عزيلا تشوف السمات و بالدنيا كي دائرة من تمام و ما تطعل لها شي فراسة ما تدعيش فيه قلصت حدا الشرجم دارت السمتة كل شي غادي مزيان دايكولت الطيارة رحلة غادة عادية و رحلة قصيرة ضغيات غيايها بطو رحلة ديال لانسا 508 كانت غادة مزيان ما كان حتى شي مشكيل حتى الجو بدأت يتبدل بدأت شطى الطيح والغيام وبحالة بدأت عاصفة بدأت تبليهم الدنيا كحلال قدام لانه ها يدخلوا في العاصفة و هو ما تدخلوا في ذلك العاصفة طيارة بدأت تتزعزع و تزيد تزعزع بالجهد و لو تسمعوا الصداع واحد لقيتها بدأت طيارة تتزعزع حتى الباقاج و لا تطعر و لا تطع من البلايس فين حاطينه روينة ديال بالصح و تخلعوا لانه و لو تحسوا بطيارة بانها ما تتافنصيش بانها ليس طوارات خدامين كل شي خدام و لكنها جميلة في وسط العاصفة تقول جوليان بانها كما كانت طيارة تتزعزع بقوة ما تتلاح ذلك الشيء و لا تتشوف الكضوات اللي شارينهم الناس ومصافرين كضوات ديال النويل تتطيروا في طيارة كاملة و تتشتتوا في طيارة كاملة كانت السيطوات صعبة بزاف واحد للحظة ضرب الرعض طيارة تفرق على الرزيرفور و تشتت طيارة في السماء تحلات و بزاف ديالناس تمسوا خارج طيارة جرهم الريح و تشتت الفول في السماء أنا أي شخص يقول طيارة مزوزة ب 3200 متر في السماء و وسط عاصفة و تشتتات ما سيبقى حتى شخص يحيي فيها بالتأكد من المرات تكون قاسم عراسي و تبدأ نتخيل كيف هل الناس اللي تكونوا في وسط هذا الحوادث ما تشوفوا و سيرطف طيارة في السماء من بعد ما تختفي شيء طيارة أو لا توقع شيء كراش ما تترى ما تشوفوا الناس و ما توقع و هذا المرة جوليان عاقلة على ما توقع بالتأكد في السماء تتعاود أنها من الطيارة بدأت تتزعزع بزاف و ما بدأت تقول لها هذه هي الأخرى صافة رطح بين الطيارة و ما تتهدر ضربها ذاك الرعد من بعد و بعدها من قبله الطيارة بأن شيء حاجة تفرق عاد شيء كورة دي العافية و الطيارة في ذلك اللحظة تشتات الحاجة اللي نفعل جوليان هي أنها كان دير الصمتة و من بعدما الريح جبد الناس اللي وسط طيارة هي و السياج ديالها بالصمتة ديالها طاروا من وسط طيارة و بدأت تتشوف راسها في السماء طايحة و هابطة و تباليها بأن الأرض تتقرب و الأجزاء ديال الطيارة تطيحوا بجنابها الناس يغوتوا والناس تطيحوا و هي مصدومة غير تتشوف وسط السماء و وسط عاصفة تتعاود أن في واحد اللحظة حسنت بحل الريح بدأت يجرها بدأت يدفعها بقوة مكانة العاصفة قوية و هي شكة بأن ذاك الريح اللي جرها هو اللي عاونها باش ما تخبط بالجهل و ينقش و هي السرعة ديالها و بقات غادة تتهبط و غادي جرها هذا الريح و تتبالي أرض تتقرب في واحد اللحظة فقدات الوعي و ما بقات عقل على وار تخيلوا معي الإحساس ديالها فهد السيتيو ياسم هذي و القلب ديالها تضرب و الخلعة و كل شي مروونة لها و إنسان في السماء ما عندوش كل يعتقو ما عندو حتى شي حاجة من بعد واحد المدة جوليان رجعت للوعي ديالها حلات عينيها تباليها غابة استوائية تبالها غرش جر فوق منها وتتسمع الناس تغوتوا الناس مقصحين تبانوا لها الطراب ديال الطيارة مشتين ضايرين بيها روينة ضايرة بيها ولكن ما تتبانش لها أمها ما عقلات هي كيفاش حيدت الصمتة ولكن تتقول بأنها من رجعت للوعي ما عقلاش بأنها دير الصمتة حاولت توقف ولكن في نفس اللحظة طاحت و كل مرة تتعاود لمحاولة توقع نفس الشيء تطيح وتتقلص واحد المودة تتمشي من الوعي ديالها وتتعاود ترجع تتعاود توقف وتتعاود تطيح ولكن ما حاسب حتى شي حاجة ما حاسب حتى شي أعلان الغريب هو أن جوليان كانت تهرست لها كلافيكول وهذا العظم التي تكون لها هنا كانت جرحات واحدة جرحة كبيرة غارقة في دراعها كانت العروق التي تطرقوا بالضغط لتطيحة من الطيارة و كانت ضربة في رجلها و كثير من ضربات و غيرها لم يكن تتشي ضربة التي قدرت تقتلها في ضربة واحدة ولكن جرحات في شي بلايس التي لم يشي حساسين بزاف الغريب هذا الشيء كامل جوليان ما حساتش بالحرائق وهذا الشي كان من راجع الأدرينالين التي تطلق في جسم الإنسان و تخليه ما تحش بالآلام و مدير من عند الله باش الإنسان يقدر يعتقراصه في شي سيتيوازي ذي السترس و ما يحش بالحرائق و يقدر يقاوم حتى يعتقراصه الحاجة الوحيدة التي كانت في عقل جوليان في هذه اللحظة هي تلقمها في ناهية مها هذه الحاجة التي وقفتها و خلتها تتمشى وتتقلب من بعد يومين و هي تتحاول توقف عاد قدرت تبدأ تمشى وتبدأ تقلب و أخها ذاك جروح و ذاك شي كامل اللي فيها بدأت تتقلب على أمها ولكن ما كانش الآثار في مرة قاد تتمشي تتقلب بشوية بشوية الحاجة اللي كانت نافعة جوليان هي أنها باش كانت تتمشي في العطلة عند واليدها لهذاك السنطر دير ريشيرش كانت تتعلم كيفاش تعيش وصدق للابه شنو خاص هاد دير و شنو خاص هاد دير و حاجة أخرى اللي عاونتها هي أنها ما تخلعتش في ذاك البلاسة يمكن حيث مولفى ذاك الواسات و مولفى تعيش فيه في النهار الرابع من بعد ما طاحت الطيارة جوليان سمعت واحد صوت دير واحد طائر و من ذاك شي اللي تعلمت مع واليدها كانت عارفة هذاك الطائر و عارفة تيجي منين تتكون شي جودة في شي بلاسة جيفق ماشية كلها وبقى التابعة الصوت حتى وصلها لواحد البلاسة فيها واحدة كرسي فيه ثلاثة ديال الناس كانت طاح تهوى من الطيارة و مازال الناس مربوطين فيه هاد الناس كانوا ضربوا في الارض بواحد القوة حتى حفروا واحد الحفرة فيها مترو و المشكيل كانوا طاحوا على راسهم يعني غير رجليهم اللي بقوا بينهم طابعة الحال جوليان كانت خايفة لتكون أمها ما بين هادوك الثلاثة مشا تتقلب وشدا تعود وبدأت تتحرك الرجلين ديال هادوك الناس اللي مخشيين في الارض لقيت بيناتهم كينمراء وخافت لتكون أمها ولكن من بعد ما قلبت شوية عرفتها بأنها ماشي أمها لأن أمها مع مرها ما تتصبغ ضفارها و هادوك المرة كانت تصابغ ضفارها حتى هاد الناس جوليان لقيت واحدة الخنشة صغيرة ديال الحلوة واحد الكيكا صغيرة التاهية ديك ساعة فكرة مزيان وخمزة صغيرة عندها 17 العام ولكن قلت شنو هندير هنقسم ديك الحلوة ما هنأكل هاش في دقة واحدة وخافية لموت ديال الجوع ما تعرف ما عرف شاش ما حالا نبقى هنا على الأقل باش نبقى عايشة أطول مدة ممكنة هنا تخصيا جيتنا هاد القصة وهاد البنت هدي يعني في شكل شجاعة وقصة غريبة لأن أي واحد مننا وخاة تكون كبير في السن هات تخلع في ذاك الموقف وهات توليات هات تخربك ولكن هي تبتات وبحالها حاولت تحكم العقل على العاطفة ولا الخوف ونجحات في ذاك شي وخلقها ديها صعيبة صعيبة بزاف من بعد هاد الشي بقى تابعة الصوت ديال الماء حتى لقات واحد الواد صغير ولكن علاش تبعت صوت ديال الماء وشنو هاد دير بهاد الماء اللي تعلمت جوليان باش كانت مع واليديها هي ان كل شوية ديال الماء ولا شي واد صغير تكبف وحدة اخر كبر منه وهي غادة وعارفة بان اذا كانوا عمليات البحث والانقاذ تكونوا واحدة 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 شي سورس ديال الماء باش ياخدوا منها الماء ما يشربوا اللي هيستعملوه في ديال اوبراسيون كاملة يعني عندك حوض ودكتر اذا بقيت غادي مع الواد الكبير ولا مع شي سورس ديالما كبيرة باش تلقى الحياة وتلقى الناس وحاجة اخرى اغلبية ديال الناس والقبائل في الغابة في الامازون تعيشوا حد الماء يعني عندك حوض ودكتر تلقى الناس حد الماء من يدقي تغادي غادي في الغابة على الله زي عيد لما احداك ما يجيكش لعطش على الاقل ما تموتش بالعطش بعض المرات باش نديل لذا الفيديو واتم دا نقول مع راسي واش نهار شي حد منها هذو اللي تتفرجوا هينفعهم ولا هات نفعهم شي معلومة واش هتخلي شي واحد التعتق في شي موقف بما ان عدد كبير ديال الناس اذا كان حد على مليون ممكن شي نهار توقع الله يحفظ ما بغينا هاش ولكن انتمنى هذه المعلومات ينفعوا في شي حاجة وخاء غير مرة واحدة موهم عندك وتمشيوا تلفو بالعاني في الغابة وكش لكم تلفو الموهم جوليان ويا غادا بجنب الماء مره مره تبدأ تسمع الصوت ديال الطيارات اللي تقلبوا على الناس اللي يطاحوا ولكن ركما عارفين غابة امازون شجار كثيف بزاف وما تيخليش بنادم يبان لتحت وما تيخليش الليل تحت يشوفه اللي كانين الفوق يعني صعيب بزاف بان تعتق بهالطريقة هادي وكنت عارفها كنت تقول الطريقة الوحيدة هي انا نعتق راسي وانا نلقى الحل لراسي وهذا الشي اللي خلاها مركزة مع الهدف ديالها هو التعتق بقاءات غادا واحد المدة تتمشي بشوية بشوية لان القضية صعيبة وما كانتش لابسة فرجل خايفة لا تعضها شي حاجة خايفة لابسة جرح زائد الجرحات اللي ديجا عندها وذلك الهرس اللي عندها ديجا اللي معدفها اللي ما تخليش تحرك بالزربة وما تخليش تحرك بطريقها مزيانة زائد الحوايج اللي كانوا خفاف لابساهم ما كانتش متساعد لها شي كامل يعني القضية كانت صعيبة بزاف ونهار تدوز عليها صعيب بزاف ولكن الليل كفص منهار لان الليل شنو توقع كان حالة من جوج الحالات الحالة اللولة ما تضح الشتغ تتبقى في ذاك البرد في الليل زائد ناموس التي تأكلها وتسالي لها الدم ديالها الليل كله تعض فيها وتتصبح الصباح بالززب ما مرتاحاش عيانة زائد ذاك الناموس لأضاء الليل كامل قادية صعيبة بزاف الحالة الثانية هي ذاك الليلة تضح فيها الشتغ وهذه كفص لان الليل كامل ما تتقدش تنعس في مرة ما كانتش راحة فازقة ما عندها تحويش بزاف والقادية الصعيبة بزاف حتى سلاب لها تذيك الماكلة اللي شوية ديال الحلوة اللي كانت عندها لقاتها وذلك الكيكا اللي لقات ولا تتموت بالجوع وبقات غادة وتتحاول تأكل أي حاجة ولكن راكم عارفين الجسم ديالإنسان تخصوا ماكلة بزاف لها تعطيه الطاقة ترتوي كتير النهار كله وتتتمشى وصل الغابة حتى تأكل درجات واحد اللحظة بل لها واحد الضيف ضاع وبغى تتدوها لكي ما قددتش لأنها يتقيلة ومعندات الانيرجي وكلها مهرسة وذلك الضيف ضاع تطيرتها وما قددتش تدو وبقاتت تتوفي تقول زقل الطوائجين بالضيف ضاع ما كان ينظهر ولكن الصراحة كان ينظهر لأن هذا الضيف ضاع من بعد عرفت بأنه واحد النوع اللي مسموم كونكلاتو كانت هتموت من الخير الحمد لله جوليان هي مازال حيو ونحن نزلين غادين معه الحل مرة هي غادة في الطريق حتى ذاك الواد جوليان كانت يبليها تمساه ليس واحد ماشي جوجبا ولا تمسيح بزاف ولكن كانت عارفة بأنهم بصيفة عامة لم تهجموش على البشر غير حقاك باش يقتلوهم ولكن قليل باش يهجمو عليهم ولا تهجمو على شي حد باش يأكلوه كانت تقول وخاكي انت تمسيح حدا الواد كين حضو دكتر نبقى غادة هنا ونعيش عليكم دخلت للغابة تماتي ولي الخاطر رضيها لأنها تلف إلى الأبد أولى يأكلها شي حيوان مفتاري فوق هذا الشي كامل كان واحد المشكل واللي كان هو أكبر مشكل في هذا القصة كاملة هذي هي ذلك الجرحة اللي كانت عندها اللي وقع عليها هذيك الجرحة اللي عندها تنفكتات ودخل لها الدود وذلك الدود بيض واللي عندها الدود كتير تياكلها من الداخل في ذلك الجرحة لأنها كانت غارقة بزاف وكانت عارفة بأن إذا ذلك الدود مخرج وما تنفكتات في أقرب وقت وخد تعتق هتقط على يدها وكانت تتحس بالعداب لأن ذلك الدود غادي وتدخل وتياكل وتدخل داخل ديال الحم يعني واحد الحالة خائبة بزاف جوليون تعتبط له حد درجة كبيرة بزاف الحاجة الوحيدة اللي خلات عند ذلك العزيمة هو لأمل أنها تكون ما زالة حية ذلك شي عاليش بغاد تعتق باش تطلقها معها أو تاني في النهار العاشر وهي غادية في جنب الواد وهي مثالية تقريبا ما بقاش تبليها والو وقود الجوع والعياب وذلك شي كامل اللي طار إليها بل لها من البعيد فوق ذلك الواد واحد الفلوكة فلوكة صغيرة ولكن هي ما تاقتش بعينيها فقات غادا تقربات وقاصت الفلوكة اعتكدت بأنها ديال بالصح في ذلك الفلوكة لقات واحد البيض وذلك الفلوكة كان فيها موتور يعني كان ممكن تهزى ذلك الساعة وتمشي بها ولكن قررت ما تاخدهاش لأنه قالت من بعد بأن ذلك الفلوكة ما كانت شدياله ما بغايتش تاخده الشي حد وتخليه تماما من خذت هذا البيض وذلك الفلوكة طلعت مع واحد طريق كان باين بأن تمشي مع هالباشر ديما تلقات واحد تدار بالخشب طلعت في الضار ما رقعت حتى شي واحد تم قلسات في الضل وتفكرت واحد القادية كان تدارها بوها شحال هذه الواحد الكلب عندهم كانت هو جرح والجرحة ديالو انفكتات بالدود فكرت بأن كوب الليصانس زيارات على رأسها قلسات وكوبات الليصانس وحسات بوها هذا الحريق ما كاينش وذيك الساعة بدأ ذلك الدود تحاول يخرج وكي اللي تحاول يدخل وبذيك طريقة هنات من ثلاثين تخيلوا معايا ذلك الجرحة خرجت من ثلاثين دودة وباقي ذلك الدود الداخل ولكن الجرحة بدأت تدارها وهذا القادية هتعاونها باش ذلك اليد ما تمشيش ليها من بعد ذلك الشي حاولت نعس فوص ديك الدار حيث كانت محلولة ولكن جاءت الأرض قاسحة ولفت نعس فوق الربيع تم في الغابة ديك ساعة خرجت وهبطات تقربة الواد ونعسات يصبح ويفتح الغد الليمنين فاقت قلت أجيني نعود رجع نشوف وجشي واحد ديك الدار وهي طالعة طلاقات مع ثلاثة ديال الرجال تم ديك رجال اللي تصدموا من ديك الهون ديك السكان الأصليين ديك البلاصة حسب ليهم شي جنية حيث ديك البلاصة كانت معروفة وديك في التقاليد ديالها بأن كانت شي جنية تتخرج من الواد وشوفوا عينها زور قوز عراق ما فهموا تشي حاجة تخلعو ولكن الحصن الحد كانت تترضى السبليونية لأنها مدة طويلة ويعايشة في البيرو شرحات ليهم سيتيوازيون ديالها تم فهمو هزوها ديك ساع اعطوها الماكلة واركبوها في ديك الفلوكا ومشاوا تقريبا سبعات سوائع باش يقربوا لأقرب السبليطار تخيلوا سبعات سوائع في ديك الفلوكا وقرأ العذاب سيرتو ديك تم هرس ومضروب مع دخلت للسبيطار اللي صغير اللي في أقرب بمدينة الحضارة تم بحلل جسم ديالها بدأت يقول لها أنا نادرت خدمتي بقيت مقاوم حتى لها اللحظة ولكن أنا صافي ساليت بدأت تحس أخيرا بالحرق من بعد عشر أيام عاد حساس بذلك الحرق اللي مجهد بزاف ومن مورها مباشرة سخفات في ذلك السبليطار هادا جات إليكوبتر هزاتها بدأت لواحد السبليطار كبير كاين في العاصمة في ليما اللي تم كانت تتسنى هبوها وتم دروا لها اسعافات وتدروا لها كل شي وبقيت تم ناعسها حتى ولت شوية تم فين قالوا لها بأن الفول اللي جات فيه والطيارة اللي طاحت منها هي الناجية الوحيدة فيها وبأن كل شي في ذك الطيارة مات ذاك النهار واحتمها كانت ماتت هنا واحد الحاجة اللي كنت قلت لكم عقلوا عليها في الأول ديال هاد الفيديو هي هاداك سيد اللي رفيوزاوليه مايركب في الطيارة وممشاش طبعية الحال هاداك سيد ما مات ولكن شكون هو هاداك خون هاداك سيد اسميته فيرنر هيرزوغ وهو مخرج ديال الأفلام ومن بعد ما شاف هادا القيصة هادي وشاف هادا سيدا اللي تعتقتوا أنه كان هيركب في ذاك الفول وفي آخر لحظة رفيوزاوليه يعني كان ها يطلع يموت في ذاك الطيارة عجباتوا القيصة وعجبوا هذا الشي كامل وقرر يدير فيلم ووتائقي على هادا القيصة كاملة اللي وقعت ومشاق هو وجوليان البلايس منين داس وسط ذاك الغابة وعودت ذاك الشي اللي طرع ليها وطلقوا مع الناس اللي عندهم علاقة بالقيصة وخرج واحد الوثائقي واحد الفيلم اسميته ونخلي لكم بسمية دياله وفي التسكريبسيوان إذا بغيروا تتفرجوا فيه وكانت هذه القادية زوينة بزاف لأنه بحال القدر ديال هاداك السيد اللي التعتق كان مخريج وطلقها مع هادك يعني لقصة عندها علاقة به حتى هو وخا غير مخريج وطلق واحد دوكيمونتير زوين ممكن تفرجوا فيه وكان حتى في يوتيوب محلول يعني فابور وهاكا في 1998 كان نخرج هذا الدوكيمونتير وعجب الناس بزاف